يبقى الحاجة المهمة ان احنا نعرف ان الحديث بيعلمنا قيمة مهمة ويقيمة حب الحياة لكن اصحاب التدين الكمي لما تسألهم عن ده ما يفهموش ده يفهموا بس ان ايه ان الصيام ده شعيرة لكن لما ييجي المصريين مثلا ويعملوا عشورة يعملوا طعام فلما تيجي تسألهم ايه اللي حاصل ده قالوا ان احنا فهمين ان الحديث بيقولنا افرحوا افرحوا بايه بنعمة الحياة فيعملوا ايه فيجيبوا اكتر سنبولة كانت بتدل عندهم على الحياة بتدخل في العيش بتاعهم وكانهم بيجيبوا سنبولة تتعلق بالعيش ويعملوها اكل حلو وكانهم بيقولوا ايه الحياة القادمة ما هو السنبولة دي اللي هي سنبولة الامح ده بتدل عندهم على الحياة ثم يضعوا لها السكر وكانهم بيقولوا وهم بيصنعوا عشورة ايه اللي حاصل نحن فهمنا من رسول الله ان بعد عشراء تحلو الحياة بنعمة الله وعشان كده عندنا حديث تاني الحديث وشوف الروابط بتاعت الحديث بتقول ايه ان من وسع على اهله يوم عشراء وسع الله عنه سائر سنته ايه ده ايه سائر؟ ايه حكيت سنة ماضية وسنة لاحقة ليه؟ لان هو في الحقيقة هو بيقولك سنة لان دي وحدة الحياة فكأنه هذه السنة القادمة ايه اللي حاصل؟ هتكون سنة مليئة بشهد حلاوة نعمة الحياة هو ده اللي احنا في مناه وكمان انا عايز اقف مع قولي صلى الله عليه وسلم فمن احب منكم ان يصوم فليصوم ومن احب ان يفطر فليفطر انا اقول لكم حاجة شفتها من اهل التدين الكم وكانها زي اللي شافها سيدنا معاوية وحاول ينبه الناس اين علماؤكم؟ ليه بقى؟ لان الناس مع كون المواسم دي فارقة تجد الناس اصحاب التدين الكم لو الناس ما صمتش يوم عشراء يبتدوا يدي لهم نقاط اقل في تدينهم فيحسبوا الناس فيحسبوا الناس على انهم بقوش متدينين اصلا ما صموش يوم عشراء ويبتدوا اسم في التدين لكن شوف من اراد ان يسموا فليصوم وده ممكن نرد بيه على كتير من المتشددين اللي واخدين امور الدين بشدة وهو ما فيش غير كده بس عادة النبي يشوف قال له هم ايه بيتعامل مع القضية على انها قضية سنة اللي عايز يسم يسم ولي مش عايز يسم خلاص الامور ابسط من كتير من ان احنا نستخدم ده في تقييم الناس وفي تدين الناس كل واحد حسب حال وحسب ظروف وحادة النبي بيعلمنا ده مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ان هو صايم ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يجبر احد في واحد بيقولك لو ان ما صمتش يوم عشراء انت كده مش من اهل السنة لا يا سيدي واحدة واحدة بس سوم يوم عشراء حضرة النبي اللي علمنا ان هو صيام عشان القيم اللي عندنا ولو ما حدش تصام على فكرة يوم عشراء يستطيع ان هو يعيش برضو الفرحة يستطيع ان هو يعيش الفرحة لان الفرحة عبادة والصيام عبادة فما تقولوش للناس ولا توهموا الناس ان الناس مش من حقهم يفرحوا بوئتيان يوم عشراء لان هم ما صموش بلاش الطريقة دي الطريقة دي ما يحبهاش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حضرة النبي قال هذا يوم عشراء للكل وبعدين قال ممكن الناس بعضكم يصوم اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز يصوم ما يصومش فبلاش الطريقة دي اللي بتحسس الناس وهي فتنة حصلت مع التدين الكم اللي هي فتنة ايه توجيب السنة تحويل السنة الى واجب فظل الواحد مخز كده ان هو ما فعلش السنة طبعا لازم نبجل السنة ونحترم السنة ونفعل السنة ما استطعنا الى ذلك بس السنة تفضل السنة ما تحولوش السنة الى واجب فتعالوا نمشي كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا خليه من اهم الاجراءات اللي ممكن نعملها في يوم عشراء واسعوا على اولادكم من اهم الاجراءات في يوم عشراء اجتمعوا معا وافرحوا بالحياة الجديدة اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم اياك وفي يوم عشراء اعملوا ذكرى تخليكم تحسوا بنعمة الحياة ونعمة ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ايام فارقة في حياتنا فخلوها ايام فارقة بان انتوا تعملوا ذكرى حسنة تكون عندنا وان شاء الله ربنا يكرمنا ويجعلنا ان شاء الله في خير حال ترجمة نانسي قنقر